موسيقى مجز لأهم الأنباء من الاقتصادية الأولى أهلا بكم بداية وكما كان مقررا صدر مساء أمس الخميس في الجريدة الرسمية دفتر الشروط الخاص بالمصنعين ووكلاء بيع المركبات وتضمن دفتر الشروط العديد من التسهيلات للمتعاملين وكذا ضمنات للمستهلك خاصة فيما يتعلق بأجال التسليم بالإضافة إلى ضمنات لحماية حقوق المستهلك من خلال الأجال وقطع الغيار وغيرها وتضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 76 مرسوما تنفيذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات ومرسوما آخر يخص ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وحسب المرسوم التنفيذي فيتعلق الأمر باستراد الصيارات التي لم تتجاوز مسافة 100 كم للمركبات السياحية والنفعية الخفيفة و 1500 كم للمركبات الصناعية واستثنى دفتر الشروط الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة استراد السيارات ذات محرك ديزل وجاء في المرسوم التنفيذي الذي تضمن دفتر الشروط في الجريدة الرسمية في مادته الـ 29 بأنه لا يرخص لوكلاء المركبات الجديدة الاستراد بالنسبة لفئة المركبات السياحية إلا تلك المجهزة بمحرك بنزين كهرباء أو هيدروجينية استقبل وزير الصناعة أحمد زغدار مساء أمس الخميس رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى الجزائر في ريدي جينيفيف وتمحور اللقاء حول الإصلاحات الاقتصادية التي بادرت بها الجزائر مؤخرا في إطار استراتيجيتها لنمو اقتصادي صلب ومتنوع يعتمد على ترقية الإنتاج الوطني وبالمناسبة أشار الوزير إلى الفروع الصناعية الاستراتيجية التي ترغب الجزائر في تطويرها وعلى رأسها الصناعات الغذائية المناولة الصناعية الصناعات الميكانيكية الصناعات الإلكترونية والكهربائية النسيج والصناعات الكيميائية والصيدلانية ومن جهاتها رحبت ممثلة صندوق النقد الدولي بالإصلاحات والإجراءات المتخذة والتي من شأنها تحسين مناخ الأعمال وبيئة المؤسسة في الجزائر واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة أشرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كاريم بيبي تريكي ليلة أمس على عملية الرفع من السعة المجهزة للشبكة الدولية للاتصالات بالجزائر لتبلغ السعة الإجمالية المجهزة 7.8 ربيض في الثانية بعد أن كانت تقدر بـ 2.8 ربيض في الثانية سنة 2021 وـ 1.5 ربيض في الثانية في بداية سنة 2020 هذه الخطوة ستسمح بتوفير الظروف الملائمة لتجسيد برنامج عمل القطاع في شقه المتعلق بنشر تكنولوجيا الألياف البصرية وتوصيل ثلثي المنازل عما يقارب 6 ملايين أسرى بالأنترنات الثابت بنهاية سنة 2024 وكذا بمواكبة بصفة استباقية الطلب المتزايد على الأنترنات وتوفير سرعات تدفق أعلى وفقا للعروض المقدمة ناقشت وزيرة البيئة والطاقة المتجددة ساميا موالفي فرص التعاون المستقبلي في المجال مع ممثلي المجمعي النفطي النرويجي إكينورا وبحثت طرفان إمكانية إعادة استخدام وتحويل غاز ثاني أكسيد الكربون إلى مادة جديدة ذات قيمة مضافة غير مضرة بالبيئة وحسب بيان للوزارة تم التوافق على تطوير سبل التعاون في مجالات التثمين الطاقوي للنفايات وبعث مشاريع في مجال الاقتصاد الضائري وتطوير شعب الطاقات المتجددة اللقاء كان أيضا فرصة لاستعراض جهود الدولة الجزائرية في مجال مكافحة التغيرات المناخية باعتماد مشروع السد الأخضر في بداية سبعينيات القرن الماضي وإعادة تهيئته وتعزيزه في السنوات المقبلة دوليا أعلن المدعي العام المسؤول عن التحقيق الأولي الذي أجري في السويد الجمعة أن التفجيرات ضربت خطي أنبيب الغاز نورستريم واحد واثنين في بحر البلطيق سبتمبر الماضي والذان تم بناؤهما لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا جرت في إطار تخريب وقال المدعي العام المسؤول عن التحقيق الأولي الذي فتح في تصرب هائل للغاز من خطي الأنبيب الذي يربط روسيا بألمانيا إن التحليلات التي تم إجراؤها تظهر بقايا متفجرات على عدد من الأجسام الغريبة المكتشفة مضيفا أن استمرار التحقيق الأولي سيسمح بمعرفة ما إذا كان يمكن ملاحقة أي شخص لارتكابه الجريمة أعلن وزير المالية البريطاني جيري ميهان ترفع الضرائب وخفض الإنفاق بـ 55 مليار جني سرليني لمعالجة أزمة تكلفة المعيشة وإعادة بناء الاقتصاد البريطاني وتحقيق الاستقرار والنمو والخدمات العامة وأكد الوزير خلال خطابه الذي ألقاه أمام مجلس العموم بمناسبة تجشين ميزانية مراجعة الإنفاق في فصل الخريف أن الاقتصاد المملكة المتحدة يمر بحالة ركود مشيرا إلى أن خطته ستساعد في إعادة بناء الاقتصاد وتقليل الديون وقال هانت أن لندن ستزيد الضريبة الاستثنائية التي تفرضها على أرباح شركات الطاقة الأملاقة من 25 إلى 35% وستمددها حتى العام 2028 كما ستلجأ لفرض ضريبة جديدة مؤقتة نسبتها 45% على منتج الكهرباء وفي الرياضة كشف كريستيانو رونالدو عن حقيقة ما تم تداوله قبل فترة بخصوص توصله بعرض سعودي بقيمة 350 مليون جنيا سرليني وعن رضه عن العرض المقدم له أوضح اللاعب البرتغالي أنه كان متحمسا للقيام بموسم رائع ومساعدة ناديه ومنتخب بلاده كما أكد رونالدو لجماهيره استعداده جسديا وذهنيا لخوض كأس عالم مذهلة وبالخبر الرياضي نأتي إلى ختام هذا الموعد الإخباري إلى اللقاء اشتركوا في القناة